اثار ممالك وامبراطوريات قديمة اديان واقوام وشعوب متنوعة الكتابات واللغات وحتى الخرافات اللي دارت حوالين منطقة حوض الفراث الاوسط يعني دير الزور والرقا والحسكة ايمت دخلت القبائل العربية على المنطقة واستوطنت بيها وصارت تنشر ثقافتها وحضارتها هل كان هالوصول والانتشار من وراء مخططات استعمارية وتغيير ديمغرافي ولا هي طبيعة الحياة بهذاك الوقت شلون نظرت اهل المنطقة التاريخهم وحضارتهم والأيمدة هم متمسكين بها شكون اصل اللهجة بالفورات والجزيرة وشلون صارت بشكلها الحالي تتعرفون على كل هاي المعلومات كونوا معانا كل يوم احد المساء على منصات تيلي اوريانت ببرنامج صوبة مشرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة